اهلا بكم الى موجز اخبار الان تمكنت القوات العراقية من استعادة السيطرة على حي الشفاء بالكامل ووصلت الى ضفة نهر دجلة كما اكدت قيادة عمليات نينوى في بيان ان قوات مكافحة الارهاب استعادت سوق الشعارين ومنطقتين نبي جرجس وعبدخوب في المدينة القديمة معلنة ان اعلان النصر النهائي بات وشيكا قال مصدر عسكري ان الجهاز مكافحة الارهاب في العراق وضع خطة لتحرير الحويجة وتلعفر مؤكدا ان في حال صدور الاوامر ستكون القوات على اتم الاستعداد للمشاركة في اي عمليات ضد تنظيم داعش واضف المصدر ان القوات العراقية ضيقت الخناقة على تنظيم داعش الذي بات محاصرا في ثلاث مناطق في الموصل شن تنظيم داعش هجوما مضادا ضد قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة وقالت قوات سوريا الديمقراطية ان القتال محصورا على اطراف حي الصناعة وانها تمكنت من صد الهجوم صد الجيش الوطني اليمني الجمعة هجوما معاكسا للميليشيات على جبهة صرواح وتمكن بدعم طيران التحالف العربي من السيطرة على موقع النصيب الاحمر الاستراتيجي واجهة كبيرة من طريق صرواح صنع وتشير تطورات الميدانية الى انه لم يتبقى الكثير لاستعادة مأرب بالكامل لسيما بعد بص الجيش الوطني سيطرت على منطقة نصيب الاحمر فيما كبد الميليشيات خسائر بعد ان حاولت استعادة مواقع استراتيجية كانت الشرعية قد تقدمت اليها قالت الامم المتحدة ان الاعلام القطري نسب تصريحات مفبركة الى المفوض السامي لحقوق الانسان بشأن الازمة الحالية واوضح مكتب المفوضية ان لقاء عقد بالفعل مع ممثل دولة قطر لدى الامم المتحدة في جينيف لكن التصريحات التي اوردها الاعلام القطري على لسان المفوض السامي كانت محرفة لحد كبير افادت دراسة حديثة اجرها باحثون بجامعة لكويلة الايطالية ونشروا نتائجها الجمعة ان تناول الكاكاو او احد منتجاته وهي الشوكولاتة بشكل منتظم يمكن ان يحسن الاداء المعرفي والادراكي ويقوي الذاكرة خاصة لدى كبار السن ووجد الباحثون ان من يتناول الكاكاو والشوكولاتة يتحسن لديه الاداء المعرفي اليومي ويظهر تأثير ذلك في عوامل مثل الاهتمام وسرعة المعالجة والذاكرة العاملة والطلاقة اللفظية الى حد كبير نهاية الموجاز الى اللقاء اشتركوا في القناة